خصص معرض في لوس أنجلس لشخصية هالو كيتي وهو الأول من نوعه في الولايات المتحدة وقد افتتح هذا المعرض في عطلة نهاية الأسبوع في المتحف الأمريكي الياباني الوطني في لوس أنجلس وهو يستعرض القصة الملونة لهالو كيتي وتأثيرها على ثقافة البوب بحسب بيان صادر عن المتحف إنه ليس فقط للفتيات الصغيرات ولهذا السبب خصصنا هذا المعرض عادة لا ننظم معارض إن كانت فقط تثير اهتمام الصغيرات هالو كيتي تسحر أيضا البالغات ومفتح نجاحها هو بنظري بساطة الرسالة والتصاميم وكانت شركة سانرينو التي تملك علامة هالو كيتي قد أكدت في نهاية آبا غسطس أن هالو كيتي ليست هرة بل فتاة صغيرة سعيدة مشيرة إلى أن هذه الشخصية لديها حيوان أليف والقطة تشارمي كيتي وتعد هذه الشخصية مصدر أرباح كبيرة بالنسبة إلى شركة سانرينو فهي تدر عليها عائدات سنوية تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار